يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة والفرعون المصري محمد صلاح كالعادة الصوت الأعلى في الدوري الإنجليزي صوت رائع في الدوري الإنجليزي الجماهير اليوم كانت تهتف باسم محمد صلاح الجميع يهتف باسم محمد صلاح اليوم سجل محمد صلاح هدفين وصنع هدف لماتيم وفايز ليفربول بستة أهداف على ليدز في مباراة كبيرة تاريخية في الدوري الإنجليزي اليوم ليفربول دائق الفارق مع منشستر سيتي لتلات نقاط فقط على صدارة البريمير الليج من كم أسبوع كان السيتي مسيطر طولا وعرضا والسيتي كان حاسم تقريبا الدوري الإنجليزي تراجعت نتائج السيتي تحسنت كثيرا نتائج ليفربول وأصبح الفارق ثلاث نقاط فقط الأهم بالنسبة لنا الآن محمد صلاح تسعتاشر هدف في صدارة هدف البريمير الليج بفارق كم هدف بفارق السبع أهداف عن أقرب منافس ليه اللي هو زميله جوتا في المركز الثاني ب12 هدف الأهم أكتر أنه دلوقتي محمد صلاح في صدارة صانع الأهداف في البريمير الليج بعشر أهداف متساوي مع أرنولد زميله أيضا في ليفربول صلاح بيعمل كل حاجة كل حاجة في الدولة الإنجليزية الدولة الإنجليزية اللي فيه هاركين وفيه سون وفيه كريستان ورنالدو وفيه هازرد لا هازرد در مديد وفيه دي بروين وفيه لوكاكو كل النجوم العظيمة دي هو هو المسيطر هو الرائع هو اللي بيعمل كل حاجة في الكورة هو اللي بيعمل كل حاجة في الكورة محمد صلاح مبدع النهاردة سجل هدفين ضيع 3-4 أهداف كمان يعني بيوصل للجول كتير بيعمل أداء رائع جدا بيدي أسست رائع جدا لما تيب المدافع اللي كان متخضم وسجل هدف كمان على طريقة الهدفين يعني مش مدافع اللي يسجلوا كل حاجة النهاردة في المبرادة كانت ممتعة جدا النهاردة الأمور في الدولة الإنجليزية تقترب روايدا روايدا من الليفر المنافسة صعبة جدا مع السيتي صعبة جدا ولكن المستوى اللي بيعمله الليفر مستوى رائع جدا عاجبني جدا يورجان كلوب مش عاجبني الموسم ده بس طبعا بس عاجبني فكرة انه بيعرف يجيب صفاقات انه بيعرف يطلع لعبين الشباب انه بيعرف يدور الفريق بشكل كويس اللي بيعرف آه طبعا خلينا منطقيين الليفر مثلا ما عندهش بديل لفندايك طبعا ما عندهش بديل لمحمد صلاح أكيد بس قادر يعوضهم قادر يعمل تدوير محترم شفنا ده وقت كاسي الأمور أفريقيا محمد صلاح ما كانش مع الليفر و الليفر كان بيقدر يكسب من غير صلاح طبعا و ساديو مانيا و الليفر كان بيقدر يكسب بس طبعا جودة صلاح كوالة اللاعب يفرق مع أي فريق يفرق مع أي فريق عمال يعلي في سعره عمال يعلي في راتبه تعرفين في مفاوضات دايرة بين صلاح و الليفر على تجديد التعاقد اللي بيعمله صلاح ده هيخليه أغلى لاعب في العالم هو مرتاح أوش بتلعب في البرمير الليج بتلعب مع فريق بينافس على صدارة الدولة الإنجليزية بتلعب وانت هداف الدولة الإنجليزية بتلعب وانت أكتر لعب عمل أستيستي في الدولة الإنجليزية كل الأرقام بالنسبة لمحمد صلاح عظيمة و كبيرة جدا اشتركوا في القناة